الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد إخواني وأخواتي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أي له شأن عظيم في الإسلام وله منزل عالية أنا وأنتم تعالوا ندعو الله عز وجل لإخواننا في فلسطين لأخواتنا للكبار للصغار للأطفال للشيوخ للركع السجود للمسلمين الذين في غزة الذين نسمع ونرى ونشاهد ما ينزل بهم وما يحصل لهم من الأذى والضرر والخراب والدمار والقصف والنيران تعالوا نشتغل بالدعاء لله عز وجل لعله أن يستجاب لبعضكم لعله أن يرفع بسبب الدعاء عنهم أنا وأنتم نشتغل بالدعاء مخلصين لله تعالى فهؤلاء كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة هم إخوانكم إخواننا فلا ينبغي أن نقصر ولو بدعاء ولو بكلمة طيبة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ربنا يا إلهنا يا خالقنا يا مولانا نسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبته وبأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك ونسألك بالقرآن العظيم أن تلطف بإخواننا وأخواتنا بالمسلمين في فلسطين وفي غزة يا رب العالمين اللهم الطف بهم اللهم احفظهم اللهم نجهم اللهم سلمهم اللهم اجعلهم في أمن وأمان وخير وبركة وعافية واطمئنان اللهم اصرف عنهم الصواريخ وسلمهم من النيران والقصف النيران سلمهم يا ربنا مما يكاد لهم نجهم من شر الأشرار ومن كيد الفجار اللهم اجعل تلك الصواريخ والقذائف والنيران بردا وسلاما عليهم في غزة يا أرحم الراحمين احفظ فيهم الأطفال والشيوخ والشباب والكبار والركع السجود اللهم سلمهم اللهم نجهم اللهم سلم أوطانهم وآم بلادهم ومساجدهم اللهم احفظهم يا رب العالمين اللهم اصرف عنهم كيد الأعداء وشر الأشرار اللهم نجهم اللهم نجهم مما يحضر لهم اللهم سلمهم مما يتآمر به عليهم يا رب العالمين اللهم أنت القادر على كل شيء يا من نجيت إبراهيم من نار النمرود اللهم نجهم من تلك النيران ونجهم من تلك الصواريخ وسلمهم من تلك القذائف واحفظهم من ذلك الدمار والخراب اللهم نجهم وسلمهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أفرغ على قلوبهم السكينة والصبر والتثبيت اللهم ربنا زلزل الكافرين دمر الظالمين أهلك الفاجرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اصرف عنهم شر الصهاينة اللهم اجعل ما يجمعونه لغزة ولأهلها متفجرا في أعناقهم في صدورهم قبل أن يصل إلى غزة يا رب العالمين اللهم اجعله نارا على من يريد أن يفجر به غزة وأهلها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات تب علينا وارحمنا وسامحنا وأصلحنا عجل بالفرج واحق دماء المسلمين في سوريا في لبنان في فلسطين في كل أرض وبلد بحرمة القرآن العظيم بحق أسمائك الحسنى والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر